بتنوع مكوناتها القومية والدينية تحتفل مدينة كركوك في عيد الأضحى بأجواء من التسامح والتعايش السلمي بين مواطنها الذين يمارسون عادات وتقاليد توارثوها على مر السنين أجواء العيد خصوصاً بكركوك كلش حلوة ويعني دعنا نحس أنه نحن بين أهن دائماً بغض النظر عن القوميات والأديان وهذه فإحنا دعنا نحس أنه ماكو أي اختلاف كلنا بشر وكل ديتنا متعايشين ويجمعنا المحبة والسلام يكون ريوق مثلاً كاهو قيمواركو قسم من عندهم عندهم يطبخون الطبخ أكو قسم يعني يروحون البيت الجد يعني وفاءة اختلف بس هناك أكو فد يعني فد اندماج حلو بالعيد الذبح الأضحية ويعني واستقبال الحجاج بعد منه وهي شيء الحمد لله إن شاء الله الله يقسمنا ونكون أجواء العيد شنو؟ الله شراء الملابس وصرف الفلوس طقوس العيد في هذه المدينة التي يقطنها عرب وكرد وتركمان تتشابه حيث يتبادل الجيران والأصدقاء الزيارات وتوزع الحلويات وخصوصاً الكليتشا وربما الأزياء هي الشيء الوحيد الذي يميز سكان هذه المدينة عن بعضهم إحنا كتركمان أولاً نلبس زي مالتنا الزبون والشاكيت والخطرة وبعدين صلاة العيد منه رجع يصير أكل ولمة قرائب يتجمعون بيت أكبر واحد بنا مو إحنا بس ككرد يعني كنا هذا واجب على الجميع يعني يروح يعايد إذا كان عربي إذا كان كردي يعني ما كتفرقة الحمد لله والشكر فهذا واجب يعني على الجميع يروح يعايد جارة صديقة أي أن كان يعني إحنا نلتم كعوائل نأكل كليتشا ونسوي أكل عراقي طبعاً نسوي الدولمة ونجرب الأكلات اللي إحنا نحبها كعراقيين مثل المزقوف وغيرها وتزيد الأعياد الألفة بين المكونات حيث يتجمع الأهالي من كافة مناطق كاركوك في الحدائق والساحات العامة وأمنياتهم دائماً أن يعم السلام مدينتهم سعدون السلطان قناة الحرة كاركوك